ألف مبروك للاتفاق ومليون هرد لك للنصر شوف وشك ليشيك وشك آله لا ولا شيء هل كان؟ هذه النتيجة وشي نقول مبروك للاتفاق نعم هذه النتيجة أنا متوقعها الحقيقة توقعها؟ والله متوقعها متوقع على أقل تعادل ليس بتقليل من قيمة الاتفاق وليس أنه تميز بالنصر لكن يا أبو كرم إذا نشوف دائما خروج آسيوي يوم الثلاثة الماضي 9000 فرصة جتلي خروج آسيوي لا أحد مركز لا أنا ما أعتقد يعني اللي شاف المبروك وركز يعرف أنه كلها عشوائية ما في هذا يعني يمكن تصويبتين من تلسكة غيرها أنا غير مقتنع بالأداء أطلاقا ولا أعتقد المشكلة الفنية أنا أبو كرم أقول أنه يعني الخروج آسيوي صار له ردة فعل سلبية المشكلة اللي أنا أراها من وجهة نظري ومن خبرتي والله عندها القبر الأكيد بأنه في حباط في اللاعبين يعيشين بدوامة حزن ما فيه قيادة إدارية تستطيع أن تخرجهم من الأجواء اللي ما بعد الخروج الآسيوي وأنا إذا تبغى الصراحة أقول أنه الكابتن حسين عبدالغني فاشل في قيادة الفريق بحجم نادي النصر إداريا أعتقد أنه لا يستطيع أن يقوده والدليل والدليل وأكبر دليل أن الدنيا أمكانيات لنادي الأهلي بحاجة للاعبهم وولدهم حسين ومع ذلك لم يستعينوا به منتبه الشغلي أنا ما قلت لك نعم لأنه لما تكون قاعد معي من وشي بتعرف أنه خلص أنا بالعادة أنا دائما تخليه وتقول هذا نجيم ونحن ناقل ما عليش لكن أنا توقع أنك تقول تشير بالساعة لأنه إذا شرت بالساعة عبر أني أنا أخذها فأخذ الساعة بخمسمائة ألف الله الحمد فهد يعني الاتفاق كان حال وحال وأنت بعرفك بتحب الاتفاق والنصر كمان حال وحال كان كويس ماشي اليوم لو فاز صار معه 15 نقطة أنا توقعت أنه بعد المبارات شوف يعني شوف إذا قلنا أنه ما في تأثير عن مبارات نهاية الكاس الساوئي قبل نهاية مبارة معنا لا لا في تأثير يعني تقريبا من نفس الكريم مباشر وبطولة كانت أقرب يعني أنا قايل اللي يفوت من الفريقين هو الأقرب لليأخذ كاس آس وتخرج منه أكيد في رد فعل خصوصا أنه إدارة النصر بقية المسلية المحمد حاوله وإنهم نعيشون فريق فتحوا للباب حق الجماهير عشان يساندون الفريق لكن قدت الفعل موجودة اليوم شفنا الكور اللي ضاعت من فريق النصر كلها في التشنج في الضغط في الوقت يسرقهم وهم قاعدين يضيعون كل هالأشياء أمامهم لكن أنا أقول لفريق النصر أولدات النصر عندكم فريق يعطيكم عشر سنوات قدام فريق معدد عمارة صغير أول اللي كان يقول قبل أن النصر ما عنده محليين لا عنده محليين حتى يمكن يواجه الهلال إذا ما كان أفضل من الهلال صراحة لكن مشكلة النصر مشكلتها فيه صراحة أنا من وجهة نصر اللي أشوفها النصر واي دعي تركيز على الهلال ترجمة نانسي قنقر